اشتركوا في القناة ثم إن اتخاذ الآيات نقوشاً في الجدران فيه شيء من نهانة كلام الله ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور أو مآذن أو مساجد أو ما أشبه ذلك يعني يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصر ولا شك أن هذا عبت عبت من الكتاب الله عز وجل ثم لو قدر أنها كتبت بكتابة عربية مفهومة فإن ذلك ليس من هذه السلام وما الفائدة من كتابة على الكتاب يقول بعض الناس لأن يكون تذكيراً للناس فنقول التذكير يكون بالقول لا بكتابة الآيات ثم إنه أحياناً يكتب على الجدار ولا يكتب بعضكم بعضاً وتجد الذين تحت الآية هذه يكتبون الناس فيكون كل المستاذي بآيات الله إذن كتابة الآيات لا في المساجد ولا على جدران البوت كلها من البدع التي لم تكن معودة في السلام أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت في القبلة لا شك أنها توجب التشويش وأنه قد يكون هناك نظرة ولو من بعض المأمولين إليها في الصلاة وقد كره العلماء رحمهم الله أن يكتب الإنسان في قبلة المسجد شيئاً أما في البيوت فلا بس أن يكتب حديثاً يكون فيه فائدة مثل كفارة المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا فيها تذكير نعم